هاتنا نحاول نطبق هذا على تمرين 4 forces act on a bolt A as shown here in the figure 4 forces F1 F2 F3 and F4 Determine the resulting of the force on the bolt يعني المطلوب مننا هنا أن نحدد المحصل متاع كل الأربع قوة هذن التي تطبق على bolt A نحن نبدأ التحليل بالفرص بالفرص يعني كل فرص هنا رح نكتب لها مكوناتها باتجاه ال-x وال-y نفس الشيء بالنسبة لل-F2 نفس الشيء بالنسبة لل-F3 ونفس الشيء بالنسبة لل-F4 We will try to solve each force into rectangular components كما ذكرنا بعدين we will determine the components of the resulting by adding the corresponding force components يعني احنا رح نحسب F-X و-F-Y بالنسبة لل-Force 1 Force 2 Force 3 and Force 4 نقدر نستعمل جدول عشان نبسط به الأمور بعدين أجمع كل القوة اللي باتجاه ال-X المحصل المتاحهم كم وكل القوة اللي باتجاه ال-Y المحصل المتاحهم كم تساوي Finally I will calculate the magnitude and direction of the resultant في الآخر يعني رح أحسب المحصل R ورح أحسب الزاوية ثيتا اللي تعطيني فكرة على direction of the resultant نبدأ بالفرس F1 طبعا هنا الفرس F1 رح تكون عندها مكون على X ومكون على Y لو أنا عندي الزاوية هنا 30 درجة الإسقاط رح يكون على المحور المجاور للزاوية بوسيطة الكوسين والإسقاط يكون على المحور المقابل للزاوية بوسيطة الصين يعني أنا رح أكتب هنا كمكونات بالنسبة للفرسة F1 عندها F1 كوسين 30 درجة هذا بالنسبة للمكون باتجاه الـ X و F1 ساين 30 درجة هذا بالنسبة للمكون باتجاه الـ Y طبعا لو عملت العملية الحسابية رح أجد النتائج التالية 129.9 بالنسبة لـ X و 75 بالنسبة لـ Y نفس الشيء رح أسويه بالنسبة للـ F2 لكن خلوا بالكم هنا بالنسبة لـ F2 الزاوية 20 موجودة هنا فالمحور المجاور بالنسبة لـ 20 درجة الزاوية 20 درجة هو المحور Y فيكون الإسقاط على المحور المجاور للزاوية بالكوسين فرح تكتب هنا F2 كوسين 20 وهنا F2 ساين 20 لكن أضفت لها هنا إشارة سالبة ليش؟ لأنه المكون Fx عكس المحور X فبالتالي تظهر الإشارة السالبة لو سويت العمليات الحسابية رح أجد سالب 27.4 كمكون باتجاه الـ X و 75.2 هذا كمكون بالنسبة لاتجاه الـ Y نفس الشيء أتبقوا مع الفرش الثالثة لكن خلوا بالكم هنا بالنسبة لـ F3 ما عندهش مكون باتجاه الـ X مكونها الوحيد هو باتجاه الـ Y ونازل تحت فلذلك يجب وضع الإشارة السالبة ونجد هنا سالب 110 بالنسبة لـ X ما عندهش مكون فرح نضع 0 أمر الآن إلى القوة F4 هنا عندي زاوية 15 درجة طبعا الإسقاط على المحور المجاور لـ X رح يكون باستعمال الكوسين زي ما ذكرنا في السابق والإسقاط على المحور المقابل للزاوية رح يكون بالـ Sine وهنا أضيف أيضا إشارة سالبة لأنها عكس المحور Y كنتائج رح أجد سالب 25 بالنسبة لـ Y ما ننشى هنا الإشارة السالبة و 96.6 هذا بالنسبة للمكون باتجاه الـ X الآن حسبت كل المكونات باتجاه الـ X وكل المكونات باتجاه الـ Y رح نمر الآن إلى جمعهم كلهم فرح أجمع كل المكونات باتجاه الـ X عشان أجد مكونات R X وكل المكونات باتجاه الـ Y عشان أجد هنا مكونات الـ Y R Y الآن المطلوب مننا أن نحدد قيمة R اللي هو المحصل نطبق القاعدة اللي بتقول أنه 199.1 تربيع هذا هو R X تربيع مع 14.3 تربيع اللي هي R Y تربيع كله تحت الجذر لو حسبنا هذا نحن نجد 199.6 نيوتن عايزة الآن أجيب الزاوية ألفا هنا اللي هي بين المحور X والمحصل R تان ألفا بتساوي المقابل على المجاور يعني R Y على R X بعدين نأعمل تان ماينس وان للنتيجة اللي حاجتها هنا أتوصل إلى الزاوية ألفا في النهاية كما ترون هنا تساوي 4.1 درجة ترجمة نانسي قنقر